قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد السباح إن تقدم الأمم ونغضتها وتطورها يكمن في قدرة أبنائها على مواجهة الأزمات وإدارتها والسيطرة على أثارها وتجاوز تحديتها مؤكداً أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التدريب والتأهيل القيادي وأعرب الشيخ طلال الخالد في كلمة له بمناسبة حفل تخرج دورة القيادة والأركان المشتركة السادسة والعشرين عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة لما بذلوه من جهود وعمل مخلص دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج كوكبة متميزة من الضباط القادة ونقل إلى الخريجين تحيات وتهنئت سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما داعياً الخريجين إلى ترجمة الدروس والمهارات إلى عمل ميدني تستفيد منه الدولة من جانبه قال مساعد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طيار فيصل الشمر في كلمة له إن من أهداف إنشاء الكلية تأهيل الضباط القادة لمناصبهم المستقبلية وتمكينهم من العمل في القيادات المشتركة وزيادة وعيهم بمستوى الأحداث وتسارعها